أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ تفسير سورة الحجر وسنأخذها إن شاء الله تعالى بثلاثة مجالس وسورة الحجر مكية باتفاق أهل العلم قال الله سبحانه وتعالى ألف لا مرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تقدم الحديث عن الأحرف المقطعة وقلنا أنه ليس لها معنى على الصحيح وأن لها مغزى وأنها إذا ذكرت يذكر بعدها القرآن مباشرة أو في أثناء السورة قال الله سبحانه وتعالى ألف لا مرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ما المراد بالكتاب هنا ما المراد بالكتاب يا أخواني هنا الكتاب فيه قولان لأهل العلم القول الأول أنه اسم اسم لجنس الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل فتلك آيات الكتاب أي الكتب المتقدمة ثم عطف عليه القرآن هذا هو القول الأول القول الثاني أن المراد بالكتاب هو القرآن جمع له بين الإسمين أي تلك آيات الكتاب أي المكتوب والمقرؤ فالقرآن مكتوب ومقرؤ وأيهما أرجح أيها الأخوة قول الأول ولا قول الثاني الأول لماذا يعني الأول اللي هو إن الكتاب بمعنى القرآن لا ما يعني هل نكون من باب عطف العام على الخاص أو من عطف المتجانسات أو متماثلات لا نقول إن الصحيح هو القول الأول وأن المراد بالكتاب هنا إنه اسم جنسي للكتب متقدمة للقاعدة الترجحية وهو أن حمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد لأن لو قلنا إن الكتاب هو القرآن فالقرآن كلمة القرآن الثاني تأكيد تأكيد لها لكن لما نقول الكتاب هنا بمعنى اسم جنسي للكتب متقدمة جاءت تأسيس معنى جديد ولا لا والقرآن معنى آخر فالقول الصحيح أن الكتاب هنا المراد به اسم جنسي للكتب المتقدمة ثم قال الله سبحانه وتعالى رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال القول الأول إخبارٌ عن الكفار أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون أن لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا هذا هو المراد أو المعنى الأول في قول الله تبارك وتعالى رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ القول الثاني أن المراد أن كل كافر يودَّ عند احتضاره أن لو كان مؤمنا عند معاينة العذاب وضعف هذا القول ابن عطية رحمه الله قَال بقوله وفيه نظر لماذا؟ قَال لِأَنَّهُ لَا يَقِينَ لِلْكَافِرِ حِينَئِذٍ بِحُسْنِ حَالِ الْمُسْلِمِينَ هذا صحيح لأن الكافر إذا مات إنما يندم متى يوم القيامة حينما يسعد المؤمنون ويدخلون الجنة والكافر يتمنى أن لو كان مسلما أما حال موته فإنه لم يعلم بحال المسلمين وما سيقول إليه أمرهم القول الثالث أن هذا إخبار عن يوم القيامة كما في قوله تعالى وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال ابن جرير كان ابن عباس وأنس ابن مالك يتأولان هذه الآية وربما يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين يوم يحبِس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار فيقول لهم المشتكون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا فيغضب الله لهم بفضله ورحمته فيخرجهم فذلك حين يقول ربما يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني أن هذه في عصاة المؤمنين حينما يدخلون النار مع المشركين فإن المشركين يعيِّرونهم يقولوا أنتم الآن عبدتم الله ودخلتم النار وحن عبدنا غير الله ودخلتم النار ودخلنا النار فنحن وإياكم سواء فيغضب الله لهم ويخرجهم برحمته سبحانه يخرج الموحدين فيُخرج الموحدين هذا كان ابن عباس وأنا سيتأولان هذه الآية المهم يا أخواني أنها في يوم القيامة ربما يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ويشهد لقول ابن عباس حديث أبي موسى قال رسوله السلام إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار المسلمين ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم الإسلام فقصرتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين وهذا الحديث اخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووفقه الذهبي ذرهم إنذار وتهديد ذرهم يأكلوا ويتمتعوا كما تقدم لنا في سورة إبراهيم عندما قال قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ولهذا قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا أي هؤلاء الكفار ويلههم الأمل أي عن التوبة والإنابة فسوف يعلمون عاقبة أمرهم فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ أي أن الله تبارك وتعالى ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجرها وأنه لا يؤخر أمةً حان هلاكوها عن مقاتها ولا يتقدمون عن مُدَّتِهم وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى اللقلاء وأن إمهال الله عز وجل لكم ليس معناه عدم أخذكم ثم قال الله تبارك وتعالى وَقَالُوا أي كُفَّار قُرَيْش عِنَادًا وَتَمَادِيًا فِي الْكُفْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ أي تدَّعِي ذلك يعني قمة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ ما قالوا يَا مَنْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ يعني لابد أن تأتينا بملائكة يشهدون لصحة ما جئت به كما قرر الله عز وجل في أول سورة إبراهيم عندما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا قالوا لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين وهذه مقولة فرعون قريش شابه فرعون بقوله فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وفي آية أخرى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لا زياد أو نرى ربنا في أخواني العتو والاستكبار لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين إن رؤية الملائكة ليست علامة بشرى بل إن الملائكة إنما تأتي حينما يحل العذاب قال الله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي إلا بالرسالة أو العذاب الملائكة لا يأتون لمجرد طلبكم إنما إذا أتوا فإنما يأتون إما برسالة أو بعذاب ثم قال الله سبحانه وتعالى رادًا عليهم واستبعادهم إنزال الذكر على نبي صلى عندما قال يا أيها الذي نزل عليه الذكر قال سبحانه وتعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وهذه بشارة لهذه الأمة يا إخواني أن الذكر محفوظ تكفَّل الله عز وجل بحفظه القرآن يا إخواني تكفَّل الله عز وجل بحفظه ولم يُعهد بحفظه للأحبار وللعلماء كما عُهِد في التوراة والإنجيل كما قال بما استُحفِظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إنما القرآن تكفَّل الله سبحانه وتعالى بحفظه ولذلك لا يُمكِن أن يقع التحريف في القرآن التحريف اللفظي وحينما حُفِظ القرآن من التحريف اللفظي يا إخواني لجأ أهلُ البِدَع بالتحريف إيش؟ بتحريف المعنى فالقرآن محفوظٌ بحفظ الله تبارك وتعالى ولا يُمكِن أن يُحرَّف والله لو طُبِع مصحف في شرق الأرض وأنقصوا فيه حرف واحد لردَّ عليها الهلغة يقولون إن بعض الكنائس طبعوا مصحف كامل وحذفوا حرف واحد واكتُشف ولم يُقرأ طبعوا من الفاتحة إلى الناس فقط لما وصلوا إلى آل عمران وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا حَذَفُوا كَلِمَةْ غَيْرِ وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ فاكتُشف لو تذهبون يا أخواني إلى أدغال أفريقا لوجدتم الصبيان يحفظون القرآن فلا يمكن يا أخواني أن يُحرَّف القرآن جعل الله عز وجل تكفَّل الله سبحانه وتعالى بحفظه يُذكر يا أخواني قصة أن يهوديًا كان في عهد المأمون وكان حسن الثياب وكان وحسن الهندام وحسن فدعاه طمع في إسلامه المأمون فدعاه الإسلامي فأبى فأتى بعد فترة هذا اليهودي وقد أسلم فساءله المأمون ما سبب إسلامك قال إنني كنت كاتبًا حسن الخط فكتبت التوراة وزدت فيها ونقصت فذهبت بها إلى الكتاتيب والمكتبات فاشتريت منهم ولم يعلم بذلك أحد وكتبت الإنجيل وفعلت كذلك فاشتريت ثم فعلت ذلك بالقرآن فلم يُشترى اكتشف الخطأ مباشرة وهذا مستقل قولي تبارك وتعالى يقول فعلمت أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله فأسلمت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوا ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ الشيع جمعُ شيعة وهي الفرقة من الناس المتآلفة المتفقة الكلمة وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُّبُ الْمُجْرِمِينَ هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يعني لست وحدك الذي يكذَّب فقد أرسلنا قبلك وكذِّبوا بل كانوا شوه ما قال كذِّبوا هنا قالوا يستهزئون لأن المقام مقام استهزاء كما قالوا يا أيها الذي نُزِّل عليه الذكر استهزاءً به صلى الله عليه وسلم أي من أنت حتى يُنزَّل عليك القرآن وكانوا يقولوا ما وجد الله إلا يتم بطالب ينزل عليه القرآن فيه ناس لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقال الله عز وجل وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه أي التكذيب في قلوب المجرمين كذلك نسلك الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين ومعنى الآية يا أخواني كما سلكنا الشرك في قلوب من تقدَّم من شيع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشرك قومك يا محمد حتى لا يؤمنوا بك كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم والسلك هو إدخال الشيء بالشيء كإدخال الخيط أي تتشابه هذه الأقوام يا محمد فلا تيأس هذا الكلام تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم أي كما سلكنا الشرك في قلوب من سبقه وكذبوا أتبعه وكذلك نسلكه في قلوب هؤلاء كذلك نسلكه أي نسلك الشرك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي بما أنزل أو بالنبي المرسل وقد خلت سنة الأولين أي قد علم ما فعل الله سبحانه وتعالى وقد علم ما فعل الله عز وجل ومن كذب رسله من الهلاك والدمار وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة ثم رد الله عز وجل عليهم حينما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يعني آية لك لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يعني هؤلاء إنما يردون ما يردون ويسألون ما يسألون ليس استرشادا وإنما عنادا أي لو فتحنا عليهم بابا في السماء هم يحسون فيه يصعدون صعودا حقيقيا لم يصدقوا بذلك لقالوا إنما سكرت أبصارنا ومعنى سكرت قال مجاهد سدت أبصارنا وقال ابن عباس أخذت أبصارنا وقال الكلبي عميت أبصارنا أيهما أصح أو أيها أصح الجميع صحيح لماذا؟ لأنها من قبير اختلاف التنوع لاختلاف تضاد طيب أي أنواع اختلاف التنوع هذا؟ تذكروني أخواني حينما ذكرنا أن اختلاف التنوع ينقسم إلى أربعة أقسام ذكر الشيخ الإسلام أي الأنواع هذه؟ لا لا التفسير تفسير الشيء بما يقاربه تفسير الشيء بما يقاربه تذكرون حتى مثلنا أن تبسل أن تحبس أو ترتهن هذه كذلك سكرت أبصارنا الذي قال سدّت إنما أراد تقريباً معنى لك وإلا ليس معنى سكّرت سدّت من كل وجه أو الذي قال أخذت أو قال عميت ولذلك قال القرطبي رحمه الله هذه الأقوال متقاربة يجمعها قولك منعت أي يا محمد لا يضيق صدرك بهؤلاء يا محمد لا تحزن بكفرهم لا تأخذ أسئلتهم على محمل الجد فإننا لو أجبناهم فإنهم سيأخرجون باعتذار آخر ولاحظوا معي أخواني أول هذه السورة عند هذه التقرير سيأتينا في آخر السورة ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون فأول السورة وآخرها كلها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم إجابة قومه له مشرك قريش ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنْ إِلَّا مَنْ إِسْتَرْقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابْ مُوبِينَ طيب يا أخواني هل بين هذه الآية وبين الآية السابقة مناسبة ما مناسبة إنه لما بيّن كفر الكافرين ذكر أن الله جعل في السماء بُروجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْهَا مِنْ كُلِّ شِيطَانِ الرَّجِيمِ إلى آخر الآيات يعني ما المناسبة هذه من المناسبات يا أخواني الخفية لغتهم بعض المناسبة ظاهرة وبعض المناسبات تحتاج مزيد من معان أو التفكُّر في المعنى لا 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 تُبعدون النجعان أذكرها لكم حفاظاً على الأوق أن الله عز وجل لما ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كمال قدرته ذكر كمال قدرته ليستدل بها على وحدانيته ليستدل بها على وحدانيته والبروج أخواني أصل البروج ولقد جعلنا في السماء بروجة أصل البروج هو الظهور ومنه تبرُّج المرأة بإظهار زينتها يقولون امرأة متبرِّجة ما معنى متبرِّجة؟ أي مُظهرة لزينتها ففي هذه الآية يذكر سبحانه وتعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زيَّنها به من الكواكب الثواقب لمن تأمَّلها وكرَّر النظر فيها يرى فيها العجائب والآيات الباهرات فالبروج هنا هي الكواكب يا أخواني وهذا هو تفسير مُجهد كما قال الله سبحانه وتعالى تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَمِنَ الْعُلَمَا مَنْ قَالِ إِنَّ الْبُرُوجِ هِيَ مَنَازِلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرْ ثُمَّ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أنَّهُ جَعَلَ الشُّهُبْ حَرَسًا لَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ لِأَلَّا يَسْمَعُوا إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ وكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يسترقون السمع لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إنا لمسنا السماء فوجدناها مُلِئَت حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا وأننا كنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقعدون منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن أي بعد بعثة هذا كل صيانة لماذا للقرآن وهذا في مناسبة في حفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي لا يمكن أن يأتي أحد والقرآن طريقه من جبريل عليه السلام الوحي ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبيه هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة في أجنحة خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فإذا فُزِّ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر ووصفها سفيان فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صحيح فيحرقه وربما يدرك حتى يرمى بها إلى الذي يريه إلى آخره ثم ذكر سبحانه وتعالى خلقه الأرض ومدَّه إياها وتوسيعها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواس والأودية والأراضي والرمال وما أنزل فيها كل ذلك بشيء موزون قال سبحانه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ما معنى موزون؟ هاي أخواني موزون أي معلوم وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتاد وغيرها ومنهم من قال مُقدَّرٌ بقدر وقال ابن زيد من كل شيء يُوزًا ويُقدَّر بقدر والخلاصة يا أخواني خلاصة هذه الأقوال هل الوزن معناه هنا التقدير أو الوزن الحقيقي؟ قولان للسلف كما تقدَّم ويرى ابن عطية أن القول بالتقدير أعم وأحسن أن القول بالتقدير أعم وأحسن أي ومن كل شيء موزون أي مُقدَّر وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَةٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَةٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَةٍ فِي ماذا؟ في هذه الأرض أي جَعَلْنَ صَرَّفْنَا في هذه الأرض من صنوف الأسباب والمعايش والمعايش جمعُ معيشة وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازَقِينَ من هم الذين لأسنا لهم برازقين؟ الدواب والأنعام قال ابن جرير هم العبيد والإماء والدواب والأنعام والقصد يعني مُراد الآية أخواني أنه سبحانه وتعالى يمتنُّ على العباد بما يسَّر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش وبما سخَّر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعباد والعبيد والإماء التي يستخدمونها ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة والرزق على الله وهذه قمة النعمة يعني وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايش وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازَقِينَ الدواب والعبيد والإماء والأنعام لنا منفعتُها ورزقُها على من؟ على الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ يُخْبِرُ سبحانه وتعالى أنه مالكُ كل شيء وأن كل شيءٍ سهلٍ عليه يسيرٍ لديه وأن عنده خزائنُ الأشياء من جميع الصنوف ثم قال سبحانه وَمَا نُنَزِّلُهُ أي نُنزِّل من هذه الخزائن إلا بقدرٍ معلوم أي كما يشاء وكما يريد لما له سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعبادة يُنزِّلُه لا على الوجوب بل هو الذي كتب ذلك على نفسه كما كتب على نفسه الرحمة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من عام بأمطر من عام يقول إن المطر كل سنة ينزل بقدرٍ واحد لكن الله يقسمه حيث شاء عاماً هاهنا وعاماً هاؤنا ثم قرأ وإن من شيءٍ إلا عندنا خزائنُه وما نُنزِّلُه إلا بقدرٍ معلوم ثم قال الله سبحانه وتعالى وهذا في سلسرة امتنانه سبحانه وتعالى على عباد وأرسلنا الرياح لواقح أي تُلقِّحُ السحاب فتُدِرُّ ماءً وتُلقِّحُ الشجر فتتفتَّح عن أوراقها وأكمامها فالرياح هي التي تُلقِّحُ السحاب فيأذنُ الله عز وجل لها لنزول المطر كما أن الرياح سبب من أسباب تلقيح الشجر كذلك قال عبد الله بن مسعود في قوله وأرسلنا الرياح على واقح تُرسلُ الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تَمْرِ السماء أي تُنزِلَه حتى تُدِر كما تُدِر اللقحة واللواقح هي الحوامل وأرسلنا الرياح لواقح أي حوامل أي تحمل السحاب فأسقَيناكم أي أنزلناه لكم عذبًا يمكنكم أن تشربوا منه إذ لو نشاء لجعلنا هذا الماء الذي ينزل ليس عذبًا وإنما أُجاج كما قال في سورة الواقع أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتوه من المُزن أم نحن المُنزِلون لو نشاء جعلناه أُجاجًا فلولا تشكرون ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أنتم له بخاجة وما أنتم لهذا المطر أو لهذا الماء النازل من السحاب بخازنين قال سُفيان بمانعين هل يستطيع أحدًا يمنع السحاب من أن تُنزِل ماءها؟ وقال غيره وما أنتم له بحافظين أي الله عز وجل يُنزِله وما أنتم له بحافظين بل نحن الذين تولَّى حفظه وتخزينه في الأرض لتنتفعوا منه مرةً أخرى فيذهبوا في الأودية والأنهار والبحار كذلك فيبقى لكم طول السنة نافعًا تشربون منه وتسقون أنعامكم ثم قال سبحانه وتعالى وإنا لنحن نُحِّي ونُميت إخبارٌ سبحانه وتعالى عن قدرتي عن بدء الخلق وإعادته وأنه هو الذي أحيى الخلق من العدم فالإحياء هنا والإماتة المراد به البعث على أحد الأقوال في الآية ومن العلماء من يرى أن الإحياء هنا هو إحياء النُطفة في الأرحام وأما البعث فإنه مذكورٌ في الآية التي بعدها وهو قوله تعالى وربك وإن ربك هو يحشرهم إذن قولان في معنى نُحِّي ونُميت القول الأول أن المراد به البعث واضح يا أخواني القول الثاني أن المراد به أصل الخلق وهو إحياء النُطفة دليل من قال هذا أن البعث مذكورٌ بعد ذلك حينما قال وإن ربك هو يحشرهم فهذا دليلٌ على بعثهم ثم قال سبحانه وتعالى مُخبراً عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ قال ابن عباس المُسْتَقْدِمُونَ كُلُّ مَنْ هَلَكَ مِنْ لَدُنْ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ والمُسْتَأْخِرُونَ مَنْ هُوَ حَيِّ وَمَنْ سَيَأْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وهذا هو اختيار بن جرير رحمه الله ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون تكلمنا عنه وإن ربك وإحشرهم أنها يعاني ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبله من نار السمو قال ابن عباس ومجاهد وقتاد المراد بالصلصال هنا التراب اليابس كما قال في آية أخرى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وقال مجاهد الصلصال هو المُنتن قال ابن كثير تفسير الآية بالآية أولى يعني تفسير القرآن بقرآن أولى فيكون المراد بالصلصال هنا التراب اليابس والجان خلقناه من صلصال من حمأ مسنون أي الصلصال من حمأ وهو الطين والمسنون أي الأملس يعني من أنه سنة حتى كان أملساً ولذا روي عن ابن عباس أنه قال هو التراب الرطب ثم قال سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان فمعنى أن الجان خلق قبل قبل الإنسان وسمي جاناً وسمي جاناً لاستثاره عن أعين الناس كما تسمى الجنة جنة لأنها تستر ما بداخلها عن الرائلها من الخارج والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان من مادة غير مادة الإنسان من نار السموم وهذه المقدمة يا أخواني لها ما بعدها كما سيأتي والسموم هي التي تقتل ورؤي عن ابن عباس أن الجان خلق من لهب النار طيب وقد جاء في الحديث خلقت الملائكة الحديث الصحيح من نور وخلق الجان من مارج من مار ومقصود الآية يا أخواني التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهرته وهذه المقدمة لها ما بعدها حينما قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمَ الْرُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَالْبَشَرْ هُنَا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا إِلَّا إِبْلِيسَ وش معنى الاستثناء هنا؟ معناها أن إبليس من من الملائكة وإلا لا يقول فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس يعني أن الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وهذا قول لبعض أهل العلم وأن إبليس كان من الملائكة قبل طرده بدليل الاستثناء ويرون أن الاستثناء متصل القول الثاني أخواني أن إبليس ليس من الملائكة وأن الاستثناء منقطعا وهذا هو الصحيح وهو اسلوب عربي ومستعمل كمين قام القوم إلا حمارا نحن قام القوم إلا حمارا استثناء منقطع ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فيدل على أن إبليس كان من الجن كما يدل كذلك الحديث السابق خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق بن آدم مما وصف لكم أي من صلصال من حماء مسنو إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن إبليس ليس من الملائكة وأن الاستثناء هنا منقطع بدليل قول الله عز وجل في آية في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه وبدليل الحديث الصحيح إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فسأله الله عز وجل وهو أعلم فقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين حتى يكون من فمك ندينك فذكر إبليس شبهته ولذلك إبليس يا أخواني يعيش على الشبهات والشهوات قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون وفي آية أخرى قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين إذن سبب امتناع إبليس إذا جمعنا هذه الآيات حسدا أولا السجود هذا أخواني سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة كما قرر ذلك القرطبي رحمه الله لكن ما شبهة إبليس في عدم السجود يقول أنا خلقت من مادة أحسن من مادة آدم أولا يقولون حتى قياس إبليس فاسد يعني هو كبرا لكن حتى قياسه فاسد من قال إن النار أفضل من الطين أيه من قال من قال حتى قياسه فاسد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لكن السبب الحقيقي وراء عدم سجود إبليس هو المذكور في قول الله عز وجل أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كالذرية يعني السبب هو التكريم السبب الآن الحقيقي هو ما صرح به إبليس وأنه جعل مادة الخلق اعتذارا وقياسا فقط وإلا مكنونه أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كن ذريته إلى إلا قليلا يعني لأغوينهم قال لم أكن لأسئل بشر خلقته من صلصال من حميم السنون قال فاخرج منها يذكر تعالى سبحانه أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى فإنك رجيم أي مرجوم فعين بمعنى مفعول ولذلك دائما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أي أنك مبعد وتبعتك اللعنة إلى يوم الدين حينما رأى أنه قد خسر هذا الرهان وأن الكبر قد حرمه من هذه المنزلة أبى أن يكون لوحده وهكذا سبيل المجرمين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون من تمام حسده لآدم وذريته سأل النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث ليه قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وعندما سأل النظرة أجابه الله سبحانه وتعالى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أما ما تريد ماذا تريد ما هدفك يا إبليس منها سؤال النظرة هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة